السلام عليكم رسمياً أعلنت شركة سامسونج عن تليفون Galaxy Z Fold 2 قبل الطي والتليفون رح يجيب معالج سناب دراجون 865 بلس لكل العالم وما في معالج إكسنوس وذاكرة عشوائية 12 جيجا ومساحة التليفون رح تكون 256 جيجا وللأسف ما يدعم الاسدي كارد والتليفون رح يجيب شاشة 6.2 إنش للشاشة الخارجية وفيها كاميرا 10 ميجابيكسل وذا فتحت التليفون رح يكون عندك شاشة 7.6 إنش وفيها كاميرا 10 ميجابيكسل ورح يكون في ثلاث كاميرات خلفية 12 ميجابيكسل للزاوية العادية و 12 ميجابيكسل للزاوية العريضة و 12 ميجابيكسل للكاميرا التليفوتو ورح تقدر تستخدم الكاميرات الخلفية عشان تصور السيلفي والشاشة الخارجية رح تكون نفس كاميرا تشوف فيها نفسك وانت تصور السيلفي وبالطريقة التليفون رح تكون 4500 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط بس الشحن اللي يجيب العلبة 25 واط ويدعم الشحن الليسلكي بقوة 10 وات والشحن الليسلكي العكسي بقوة 9 وات والتلفون رح يكون فيه بصمة بزر الباور ويدعم 5G وشريحتين ويدعم الإيسم والتلفون رح يجيب وجهة android 10 ووجهة samsung Lindida managing i 2.5 والتلفون رح يتوفر بس بلونين الاسود والبرونز وسعر التلفون رح يكون 2000$ أين نعم 2000$ إنه ما احوالنيveoc desafio الوقت لأي شرىكم للتهيцевون واشرىكم بسعر التلفون واشرىكم بالتلفونات القابلة للطي تشوفونا عملية ولا ما منها فايدة وبس والله في امان الله